إزاي الواحد يعرف يتحكم في نفسه وفي انفعالاته وحكينا في بداية الحلقة قصة سيدنا عمر بن عبدالعزيز حضرك سمعتها إزاي إنه هو كان عنده القدرة دي إنه هو يعرف يتحكم في انفعالاته يعني دي حاجة صعبة يعني إحنا طول اليوم في الشارع مثلاً في السواقة في العربيات في المواصلات في الشغل في البيوت الزوج والزوج محدش بقى مستحمل لحد كلمة الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كفيرا ما بعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسدنا اللهم ما أعطيتنا خيالي كده واحد جالك ويقولك انتي مجنونة انتي مجنونة كده بتنرفز كده فأنت هتعملي في إيه؟ وإنت قلت في الشارع واللي احنا بنشوفه وبتاع والكلام ده بتلاقي السواء مثلا واحد كسر على التاني فتلاقي ما شاء الله يروح قزائف من الشتائم خدت بالحضراتك والتاني يرد عليه فممكن يعملوا مشكلة في الشارع فينزلوا فيعطالوا مرور كل ده بسبب إيه؟ بسبب عدم ضبط النفس بسبب إيه؟ الحلم الحلم المقصود بيه ما هو إلا ضبط النفس تحقيق هدف ما وده خلق عظيم جدا من الأخلاق الإسلامية الرفيعة جدا وده من باب تسكية النفس تخيالي أستاذ الدعاء إحنا بنقرأ سورة الشمس صح؟ والشمس وضحاها هتلاقي ربنا أقسم 11 قسم على حاجة واحدة بس تخيالي يعني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 11 قسم صح؟ إذا كل دلي عشان يقول إيه قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه وقد خاب من دساها بفألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكاها هي دي قد أفلح من زكاها لذلك ضبط النفس ده مهارة تحتاج إلى تعلم يعني وقد أكون أنا ربنا خلقني كده حليم في واحد يقول يا عم أنت جبلنا أنت إيه أيها جبلنا يعني ربنا جبلني على هذا هذا الخلق العظيم عشان كده أشجبني يا عبد القيس لما سيدنا نبي يقول له أنت فيه قصلتين اتنين يحبهم الله ورسوله قال له قال الحلم والأنا أنت إنسان حليم وقد بل حضرتك اللي حصل مع سيدنا عمر بن عبد العزيز حصل مع الأنبياء حصل مع الأنبياء يعني سيدنا هود مثلا لما قالوا له أنت سفيه زي أنت مجنون صحي كده نفس المع فقال لهم ليس بيه سفاهة ولكني رسولهم من رب العالمين عمر بن عبد العزيز أنت مجنون قال له والله أنا عمر انتهت القضية والمسألة انتهت فهو مسألة ضبط النفس طيب هو أنا لما أضبط نفسي إيه اللي هيحصل أولا الجزاء بقى فاكرة لما كنا بنقول مشاهدة حسن الجزاء كذلك الأمر مشاهدة حسن الجزاء في قضية ضبط النفس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده من كذم غيظا وهو قادر على أن ينفذك أنا أقدر إلا أنا أرد عليك أخلي الصعصعين هتشتمني مرة هشتمك عشرين مرة هتمدي إيدك هديلك بإيدي ورجلي صح؟ مش ده اللي بيحصل بس خلي بالك بقى من كذم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يزوجه من الحور العين ما شاء طب ده الراجل بقى طب والست بقى مهم جدا أي إنسان يريد أن يتخذ القرار أصلا وخاصة لما يكون القرار ده مصيري ما ينفعش اللي هو يتخذ وقت فعال صح؟ هنضرب مثال وإحنا لما نقرأ الخرآن الكريم كده هتلاقي في صورة النمل لما سيدنا سليمان هو عمال بقى يشوف وينظم كده والجيوش وبتاعه وبيشوف الهدهد راح فين ومش جاي منين بيتفقد كده الطير وتفقد الطير فيه اللي حصل فقال ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وبدأ سيدنا سليمان يتراحد مين يتراحد الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين المهم في النهاية لما رجع الهدهد حصل بقى إيه خلاص بقى أنت واقف في تحقيق وقدام النبي الأعظم سيدنا سليمان وهو صاحب الملك العظيم سيدنا سليمان فبدأ سيدنا سليمان يحقق معه فقال له إيه سيدنا سليمان هو بيتكلم أنت كنت فيه وبعدين قال له أحط بما لم تحبه إلى آخره المهم قال له إيه بقى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينا لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل إلى آخر الآيات سيدنا سليمان لازم يتخذ قرار وضبط نفسه حليم إزاي معقول فيه حد بيعبد الشمس وممكن ينفعل صح لكن على طوله هو عارف سيدنا سليمان رح قيل كده طيب سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين هو بيخاطب من دلوقت سيدنا سليمان هو عارف أن اللي بيجذب أصلا الجن والإنس مع هذا الجن والإنس ما يعرفوش جذب أصلا ومع ذلك ده هو سيدنا سليمان كأنه يعلم البشرية في وقت القرار وخاصة وقت الانفعال اوعى تتخذ قرار ممكن يحطم الأمة من أدناها إلى أقصاها إلا لما تتأكد واحدة تيجي تقول لي مثلا ده كذا حصل كذا وفلينة كذا المفروض أن أنا ما أخذش قرار على الكلام لازم أهدى وتأكد من الكلمة ولذلك معنى الحليم هو معنى الحليم ده من أسماء ربنا تبارك تعالى مشيحنا بنتعبد ربنا بالأسماء الحسنة الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة مع المقدرة عليها هو قادر وعشان كذا سيدنا النبي قال من كذا مغيظا وهو قادر على أن ينفذ لكن الحليم ده هو معنى الذي لا يعجل بالعقوبة مع القدرة عليها فلا يستفزه غضب خاتبها لحضرتك ممكن واحد مش قاله على ربنا له ولد ومع ذلك هو من الذي يرزق اللي بيقال كذا الله له ولد هو الله نفسه سبحانه وتعالى صح إنه حليم سبحانه وتبارك وتعالى فالحلم ده مهارة من المهارات أو ضبط النفس مهارة من المهارات جزاءها في القرآن في سورة ألعمران بنقرأ كلنا الآيات بس أحيانا من أشواء دين بأننا منها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم طيب كويس ربنا يغفر لي أسارع الزابة وجنة عرضها السماوات والأرض كمان أيوة أعدت المتقين من هما دول الذين ينفقون في السراء والضراء طيب اللي بعدها والكاظمين الغير هو ده ضبط النفس الحلم اللي نحن بيكلم عليه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أنا كظمت غيزي فواحد شتمني فكظمت غيزي فتعمل إيه فأقول له أنا سمحتك لوجه ربنا لوجه الله عاوز الجزاء أنا عاوز الحسنات أصلاً لو رضيت عليك الشيتيمة من مشاستفيت حاجة صح؟ وهو ده اللي عمل سيدة عمر بن عبد العزيز أمجنون أنت غصباً عنه فقاله لا أنا مش مجنون ده أنا عمر شكراً لكم